أزمة الكهرباء أزمة سياسية بامتياس بالرغم من أنها يفسر أنها أزمة فنية ولكن الأزمات الفنية تختلق في كثير من الأحيان لأسباب سياسية أيضا بالإضافة إلى الأموال الطائلة التي تم استثمارها منذ العام 2004 ولحد الآن في قطاعات وزارة الكهرباء في قطاعات الاستثمار في قطاعات إصلاح الخلل المنظومة الموجودة في قطاع الكهرباء كل هذه لحد الآن للأسف لم تؤدي إلى نتيجة إيجابية في إيجاد بوادر للحلول وفي نفس الوقت نرى نحن كمتابعين وأنا بالذات متابع لقضية الكهرباء تحديدا في محافظة كاركوك ولدي التقارير الكاملة بهذا الخصوص سأجزها لكم بعد ذلك أرى بأن القضية في كثير من الأحيان فيها تلكؤ من بعض الوزارات التي سبقت الوزارة الحالية وكذلك وجود شركات تكاد تكون غير مؤهلة لإصلاح هذا الخلل والسبب الآخر لا يمكن لنا أن ننكر أن أيضا العمليات الأمنية التي تقوم بها داعش الإرهابية عندما يعلن من قبل الحكومة أو من قبل وزارة الكهرباء بأن الطاقة الكهربائية قد وصلت إلى حد جيد نرى هناك استهداف ممنهة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية ما معناه؟ هناك إرهاب تستهدف أمن الطاقة في العراق هناك قضية تتعلق بوزارة الكهرباء وبعض الشركات التي تعمل معها وكل هذه الأسباب لو جمعناها فنيا وسياسيا وأمنيا تؤدي بالأخير إلى تدهور قطاع الكهرباء التي نراها الموجودة اليوم في الساحة العراقية